في ظل التساهلات والتنازلات المنتشرة في مسألة الحجاب علينا أن نؤصل في أنفسنا أركان هذه العبادة العظيمة حتى لا يأخذنا طوفان الاعتياد على مناظر التساهلات إلى التوقف عن التواصي والتذكير لقد كرم الإسلام المرأة واعتنى بها عناية كبيرة وخصها الله بأحكام تحفظها وتصون كرامتها وحياءها من هذه الأحكام حجابها الذي هو ستر لمفاتنها ودفع للأذى الذي يمكن أن ينالها من الرجال وفي هذا حكمة بالغة تتقبلها المرأة اللبيبة بالتسليم التام لأمر الله واحتساب الأجر في مجاهدة أهواء نفسها طلبا لرضى الله حكم الحجاب واجب على كل مسلمة في كل مكان فيه رجال ليس من محارمها شروط الحجاب الشرعي أن يكون ساترا للبدن كله ألا يكون رقيقا يكون سميكا يستر البدن كله أن يكون واسعا فضفاضا لا يحدد العورة أن يكون طويلا لا يكشف الساق والصدر والنحر والوجه يغطي سائر جسدها ألا يكون الحجاب بذاته فتنة كالمخصرة والملونة وغيرها الحكمة الخفية لفرض الحجاب ذكر تعالى مبينا لحكمته فقال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين دل على وجود أذية إن لم يتحجبن فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن والذي لا شك فيه أنه صون من الله وتكريم لمكانة المرأة وحفظ لها وعلى ذلك أمر الله بإدناء الجلباب والجلباب هو ما يكون من لباس فضفاض فوق الخمار يستوعب أعلى البدن ووسطه ويسدل فيغطى به الوجه والصدر ففي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت فخمرت وجهي بجلبابي ومعنى قوله تعالى يدنين عليهن الإدناء من الدنو وهو القرب والأمر في الآية هو لتغطية المرأة وجهها فأمرت أن تنزله على وجهها وترخيه عليه وقد جاء عن ابن عباس في قوله أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم تذكري أنك بخير ما دمت تسيرين على الالتزام بأمر الله وإن زاد عدد المنحرفات عن الطريق من حولك وثقي أن هذه الدنيا محض عبور والفوز كل الفوز لمن نهى النفس عن الهوى